اشتركوا في القناة رب ينعم علينا بالصحة والسلامة والخير وهدات البال يا الله وكل الأمنيات انها تتحقق في هذا العيد اللي طلبنا في هالأسبوع المقدس والزمن الأربعيني انه يزيح عنا هاي الغمة من جائحة كورومنا وايضا هالألم اللي عشناه مع السيد المسيح واللي عشتوه مع السيد المسيح انه مع هذا الألم انه نمجد ربنا في النهاية بمجد القيامة مثل مقام وانتصر على الألم والموت فكل عام انتو بخير والمسيح قام حقا قام بداية نحن طبعا مثل ما بتعرفوا دايما نحكي هذا الموضوع انه نحن محدين العياد في الأردن حسب الطقس الشرقي وعيد الميلاد حسب الطقس الغربي فعشان هيك نحن في الأردن كاتوليك لاتين وكل الكنائس العائلات الكنائسية الموجودة في الأردن بتعيد مع الطقس الشرقي مع الروم الأرتودوكس مش الروم الأرتودوكس بحسب الليتورجية الشرقية فهذا هو السبب بس المفارقة هذه السنة انه في تقريبا فرق أربع أسابيع وبعدين بيجي الأسبوع المقدس فيعني فرق كبير فعيدنا نحن بالشرق حسب الطقس الشرقي باثنين خمسة باثنين خمسة نعم لأحد ففي فرق يعني نحن رح نصيف لكن حسب ما بتعرفوا فهو أكيد في بعض الملاحظات من الناس يعني ناس بتحيي وناس بتموت وناس بتقولك المسيح قام بين الأموات وبعد كم من أسبوع احنا بنقول ان المسيح مات على الصليب وسوف يقوم فهو بالنهاية الإنسان وما يؤمن بالنهاية الإنسان وكيف يعيش إيمانه المهم من القلب المهم الداخل عند الإنسان المؤمن ما هو الداخل وما هو الأمق فاليوم كمان موضوعنا جدا حيوي وإحنا دايما في موضوعنا نحب نحكي بالأمور الحيوية والحياتية اللي عم نعيشها كل يوم فاليوم الموضوع نحب ناجي الإنسان هذهahren بسم الآب والإبن والروح القدوس إله الواحد آمين يا إلهنا اغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا لا تدخلنا في تجربة الحقد والكرهية حتى على الأعداء أمت فينا حب الانتقام والثأر من كل من أساء إلينا علمنا المقدرة على المغفرة ومسامحة الناس على أخطائهم كي نستطيع يوما ما أن نقف أمام مجدك تائبين طالبين من جلالك السامي النجاة والعبور إلى حضنك الأبوي نجينا يا إلهنا من عذاب الدينونة وحل سك خطايانا أبعد عنا كل مرض ووباء واشف أجسادنا ونفوسنا من كل داء آمين آمين يا رب أسلامكم أبونا شكرا لكم شكرا لكم مبارك إن شاء الله ونهار مبارك لإلنا كمان بهذه الحلقة اللي منتمنى إنه نوصل رسالة من هذه الحلقة وما نقول وما نستعرض وما نبحث إنها تفيد المؤمن بالنهاية فطبعا من حي كل الأشخاص على البث المباشر والأشخاص اللي بعتوا مسيجاتي صبحوا علينا عنا الأب بطرس جنحو صباح جديد وصوم مبارك لكما ولجميع المتابعين نسعد صباحك يا أبونا بطرس صباحك نور ومجد النمري أمين رحمني يا الله وأمل السلمان صباح النور ونقول لكل أحبابنا في لبنان المسيح قام حقا قام أحمد شريحة صباحك نور وسميرة خوري قزاز يسعد صباحكم علي أردان وبشارة مسلم صباح الخيرات كل عام وأنتم بخير وأنت يا بشارة يعطيك العافية كل عام وأنت بخير من الأراضي المقدسة ماجد النمري حقا قام وبشارة كل عام وأنتم بخير نتمنى توحيد العياد في كل أقطار العالم إن شاء الله الأمنيات تتحقق ولبنى هيثم عجلات وماريسة كيماز وأبو نقولة كفوف أم فادي حتر ومن كمان عنا باسمة مرجي قندح وسميرة خوري قزاز وجميع المتابعين اللي على البث المباشر إحنا كعادتنا كل مرة في بداية الحلقة نستعرض نشاطات النورسات مكتب النورسات فمثل ما بتلاحظوا فيها الأمسيات فصحية موجودة في الرعاية فبعتونا بأمسية من أمستردام من كنيسة السريان الأرتودوكس فأحيوا أمسية روحية ونقلوها على صفحتنا على النورسات فكانت أمسية وصلاة جميلة منهم مشكورين منقولهم كل عام وأنتم بخير طبعا عم بتشوفوا حاليا مؤخرا نشرة الأردن في أسبوع باللغة الإنجليزية لنورسات إنجليش ومثل ما بتعرفوا أنه نورسات صار في قناة تتكلم اللغة الإنجليزية للمغتربين للشعب المؤمن اللي يتكلم اللغة الأجنبية وطبعا موجهة لكل العالم هي زي ما بقولوا بشرة السارة تنطلق مع نورسات إلى كل العالم فمنحب أنكم تتابعوها فهي هذه النشرة الثانية من هذا الأسبوع وإن شاء الله لقدام رح يصير في أيضا على نورسات إنجليش برامج أخرى باللغة الإنجليزية من الأردن هناك أيضا بهذا الأسبوع صارت سيامات كهنة الأسبوع الماضي كانت سيامة الكاهن الجديد على مذابح الرب الأب صفرونيوس حنة ونتمنى له خدمة مباركة وأيضا تمت سيامة الأب بسام حراني سابا حراني فأيضا وهو من الكهن المتوحدين بسموهم على مذابح الرب للكنيسة الأرثوذكسية نتمنى له خدمة مباركة ومبروك ألف مبروك وأيضا هناك رسامة جديدة للشماس بشارة السليم حداد من الروم الكاتوليك يوم السبت القادم فسوف ننقله إن شاء الله مباشرة على صفحتنا وأيضا على نورسات تلفزيون نورسات يوم الجمعة سيبث طبعا نحن لازلنا في وباء كورونا والتعليمات الجديدة التي تطلع لنا فيها كل حكومة كل أسبوع من أنه فتح بعض القطاعات أو تسكير بعض القطاعات لأنه نحن لازل المنحنى في منحنى الخطر بالنسبة للإصابات اليومية وأيضا الوفيات مرتفعة فنردنا يرحمنا برحمته من هذا الوضع أمو بسكروا الشباك بس بفتحوا الباب مطار فاتح وبسكروا علينا أحنا بسرعة أبونا كل أوروبا كمان هيك يعني مش بس الأردن ببيطانيا بسكروا طبعا قداسة البابا نحن دائما نغطي نشاطها قداسة البابا ورسائله خاصة في الزمن الفصحي اللي احتفلوا فيه يوم الأحد الماضي بالنسبة لبرامجنا الأخرى أيضا هناك قدديس من الكنائس المختلفة من المارونية والسريان الأرمن من الأراضي المقدسة وأيضا هناك تقارير من الأراضي المقدسة نقلناها لكم على صفحتنا على النور سعد ودرب الصليب كل نهار جمعة من كل كنيسة مختلفة تحييها جوقات الكنائس المختلفة موجودة أيضا على صفحتنا وكانت جدا رائعة يعني بالرغم من أنه ما فيش حضور مؤمنين لكن فعلا أداء رائع من الكهنة والمرنمين أبدعوا الحمد لله الحمد لله وأيضا هناك أخبار أخرى بالنسبة لبزار الرحمة عفوا بزار الرحمة نحن أعلننا عنه بفترة عيد الميلاد وأيضا مستمرين في بزار الرحمة على صفحتنا بزار الرحمة السادس ولا طبعا الرقم اختلف لأنه مستمرين فيه كان لعيد الأوم وعيد بالنتاين وأيضا هلا عيد الفصح فيه رهبنة الفرنسيس كان عم تعمل أشغال يدوية للبيض وتزيين البيض وتزيين الشعنين يعني من كلها من التطريز والكروشي فجدا رائعة إذا بتحبوا تزوروا صفحتنا على بزار الرحمة على نورسات وأيضا لدعم هذه الفئات لأنه بسوء إنه إحنا هيك هيك شارين فبيسوء إنه ندعم المؤسسات اللي بتعمل هاي الأشياء منه من حق الغرض أو مرادنا بالشراء وأيضا إنه منساعد هذه الفئات فكانوا يعملوا مثل هيك أشياء هذول اللي على الموبايلات الموبايلات بيعلقوهم على الرأبط للواحد عساس إنه نظلوا الموبايل المعلق بدل ما ينسى هون و هون ويضيع بظلوا معلق وبيستعملوا فجدا رائع هذا شغل رهبات الفرنسيس كانيات والعراقيات والأسر العراقية اللي موجودين في الأردن فعدة أشكال طبعا أنا اخترت هذا اللون الفيروزي وأسعاره كتير جدا يعني رائعة وأيضا هناك الأشغال الأخرى مثل الكعيك والمعمول للتحضير لعيد الفصح للي بيحب يشتري وأيضا هناك منتجات خاصة إحنا بفصل الربيع منتجات الألبان والأجبان واللبنة والأخريه والمخللات والزيتون وطبخات صومية كمان أيضا فيه ستات للي بيحبوا يعني فيه أشكال متنوع التمر والتمور كهدايا وأيضا فيه سلال محطوط فيها الكعك والمعمول والشوكولاتة والبيض المسلوق فاللي بيحب أنه يزور صفحة بزار الرحمة منه بتكسبوا أجر أنه تساعدوا هاي الفئات لأنها فئات بحاجة للمساعدة خاصة وإحنا منعيش ظرف كورونا وإحنا الوضع الاقتصادي بالعالم كلياته صعب فنحنا كمان أيضا الوضع الاقتصادي صعب وبعض الفئات فعلا تأثرت جدا خاصة مع الإغلاقات القطاعات العمل واللي بيشتغلوا بالمياومة فتأثرت حالتهم الاقتصادية فبسوى أنه بعمل أعمال الرحمة أنه ننظر لهذه الأشخاص ونساعدهم فأنا بشجعكم ممكن كمان نشير بعد الحلقة جروب بزار الرحمة علشان تطلعوا عليه وتطلعوا على منتجاته ومشكورين جدا لكل دعم وكل إنسان بقدم دعم للنورسات وأيضا مشكورين كل الأشخاص اللي عن طريق زين كاش الأبليكيشن التطبيق الموجود على الموبايل عم بيبعتوا بتبرعاتهم ولونها زهيدة بس فلس الأرملة يعني نحن بحاجته كنورسات مكتب الأردن وأيضا نورسات لبنان فرهة الأرملة فلس على فلس بيجمع وبيخلينا نستمر في رسالتنا فما تبخلوا علينا بهالفلس الأرملة لدعم نورسات ورسالة نورسات حتى نستمر ومن الأخبار الأخرى أيضا وهذا خبر أخير منحب أنه طبعا إجتنا كتير كتير اتصالات من لبنان ومن أشخاص يعني من أصدقاء عم بيطمئنوا علينا في الأردن على الموضوع اللي صار مؤخرا نحن يعني من نعتذر أنه نحن مش بمكان أنه نحكي عن وضع السياسي القائم في هالبلد لكن أيضا هذا جزء من اطمئنانا واطمئنان الناس علينا خاصة مع السوشال ميديا والأخبار الأوقات المغلوطة اللي بيسمعوها من هون وهناك نحن الحمد لله بخير نحن بخير بثقتنا بحكومتنا بثقتنا بجلالة الملك بالأسرة الهاشمية أنها تقدر تحل مشاكل اللي بتصير بهالبلد مظبوط في أمور طبعا نحن محاربة الفساد والفاسدين هي أولوية على أجندة جلالة الملك عبدالله الثاني فهذا الملف عم بيتابع جلالة الملك بكل شفافية وأيضا حتى الحكومة مؤخرا صارت شفافة أمام المواطن الأردني عشان ما يسمع من هون هناك أخبار مغلوطة عم بنقول لنا الأحداث أول بأول عن الوضع اللي عم بيصير في الأردن فأي شيء عم بيصير في الأردن ما تسمعوه من جهات برة دايما خدوا الحقيقة من الإعلام الأردني من الوكالات الموثوقة في الأردن والأخبار اللي عم تطلع من الدوان الملكي الحمد لله الإشكال اللي صار مؤخرا مع الأمير حمزة وجلالة الملك عبدالله الثاني والأصاص اللي سمعتوها تم حلها عن طريق تدخل الأمير حسن وهو العم الأكبر لجلالة الملك والأمير حمزة وكل طبعا الأمراء فهذا التدخله كان طبعا صوته مسموع وتم الاتفاق وتهدئة النفوس طبعا يعني احنا ما من نقول ان اخوان بين بعض هناك فيه طبعا قصص موجودة لكن فيه تحقيقات عم بتصير وفيه أشخاص تدخلوا في هذا الموضوع طبعا تحقيق لا زال مستمر لكن الموضوع انتهى ما بين الأسرة الهاشمية وأفرادها من الأمراء والحمد لله نحن بخير ونظلنا يا ربي بخير خاصة بثقتنا ببعض محبتنا لبعض وما من نقبل أي حدا يمس العائلة الهاشمية الأسرة الهاشمية وجلالة الملك نحن دائما نقول انه المساس في الأسرة الهاشمية والنظام الحاكم عندنا بالأردن هو خط أحمر ونحن عندنا الحمد لله الأمن والجيش والاستخبارات الأسكرية والجهاز قوي جدا يمنع أي تدخل خارجي انه يمس أمن هذا واطمئنان هذا البلد فمنصلي نحن ومنقدم صلاتنا في هذا الزمن المقدس انه يحفظ بلدنا الأردن ويحفظ كل البلاد في أمن واستقرار يا رب ويمنع عنهم أي شر أو سوء عم يتدخل طبعا نحن بحلقتنا اليوم عم نحكي عن الطبيعة البشرية وضعف الطبيعة البشرية وطبيعة البشرية سؤالنا كان لهذا الأسبوع هل قادرة على المغفرة فأبونا للحديث عن هذا العنوان هلا أنا بترك الموضوع لا أنك أنت تفتتح الموضوع وتبلش فيه وبعدين ناخد يحضروا لنا الشباب اتصال مع الأب فرح يحجازين للحديث مطولا عن الطبيعة البشرية وقدرتها على المغفرة في الحقيقة دكتور وعزائي المشاهدين من أكثر المواضيع اللي يسوع كان حازم فيها هو موضوع المغفرة لا بل قارنها مع المغفرة في السماء إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي يعني يسوع دائما كان يعطي طاقة إيجابية وروحية قوية للناس وخصوصا المتعبين المهمومين الموجوعين إيجا لها الطبقة البسيطة اللي انتشلها من بؤسها انتشلها من حزنها شفاها من ألمها ووجعها وأمراضها في يسوع في هذا الموقف كان حازما يعني بنشوف يسوع وكل المواقف كان يقدم حكمته بوداعة بلطف بحنية إلا موضوع المغفرة يكون حازم وجهورا في صوته عندما يتحدث عن هذا الموضوع دائما يقرنوا بالمغفرة السماوية إن لم تغفر قاعدة الذهبية الأساسية هي علاقتنا مع بعضنا البعض بيحكي القديس يعقوب كيف تقول أنك تحرف الله وأنت ما بتشوفه مع أخوك الإنسان اللي انت بتشوفه مش قادر تحبه كيف تك تحب الله اللي ما بتشوفه في يسوع المسيح في كل الإنجيل من بدايته وهو وضع أسس لهذه المغفرة وساق الأمثلة والقصص الروحية الكثيرة في هذا الصياق اليوم بالمناسبة الدكتورة بالطقس اللاتيني اليوم الإنجيل بحكي عن هذا الموضوع يعني أنا دائما بحكي لما بنحضر المواضيع ما بنكون أحيانا منتبهين للمناسبة بوقتها ولكن ربنا بكون منتبه وأنا ما بآمن بالصدفة أنا بحكي كل شي ربنا بخطط إلو فمن الصباحي كأول ما طلوع الشمس بنقدس القداس اليومي بنطلع هيك على الإنجيل يسوع ساقل مثل اللي حكى عن الملك اللي سامح الجند اللي عنده أو الشخص العامل الأجير اللي عنده سامحوا من دين كبير كثير عليه وهذا الشخص هو طالع لقى صديقه اللي على الباب اللي بده منه بحكي الإنجيل ما ساكى في خناقه يعني شد من هان بدك تدفعه وحطه بالسجن لزميله عشان فلوس قليل جدا بالنسبة للمبلغ سامحوا فاصحابه زعله ففاتوا شكوا عند الملك وقالوا له أنت سامحته شفت هو شو عمل في هذاك الشخص فبنهاية الإنجيل بحكي يسوع وأنتم أيضا هيك أبونا السماوي رح يعمل معاكم إذا أنتم ما سامحتوا بعضكم شو يعني مسامحة شو يعني مغفرة هلا المسامحة المغفرة هي كلها مرتبطة بسر التوبة اللي احنا بنسميه سر الاعتراف هي المصالحة مع الذات أولا يعني لما بتصالح مع ذاتي مباشرة بتصالح مع الله وإذا تصالحت مع الله بدهي نعكس على علاقتي مع الناس لا يوجد إنسان متصالح مع الله ومع ذاته هو على عداء وعلى شر وعلى حرب مع أخي الإنسان بيكون تمثيلية بيكون عامل حاله هو متصالح مع ذاته ولكن يكون الحقيق ما زال في داخله وخصوصا بثقافتنا العربية دكتور موضوع الثأر الانتقام من الشر بالشر موجود بثقافتنا وفي مجتمعاتنا بعلاقاتنا الاجتماعية هذا الموضوع دائما نربطه في موضوع ثاني ما إلو دخل نهائيا فيه ولكن دائما إحنا شرقيين ونربطه بما يسمى الكرامة وعزة النفس إنه هذا أسائلي حط من كرامتي وقيمتي أمام المجتمع أمام الناس فكيف أنا بدي أثأر منه وأحمله مسؤولية أخطاؤه أكون أنا القاضي وأصدر الحكم عليه المفارقة أحيانا بتكون أنه ليش أنا بدي أكون القاضي خذ الله هو القاضي العادل والإنسان الذي هو ما بنتقم بإيده والله ينتقم له يا سيد همام لما يكون انتقام من الإساءة التي توجهت إليه تكون من الله وهنا كمان بنميز أنه ما يكون فيه شماته لما نشوف عدونا يسقط لوحده يسقط بأخطاءه وبجهالته بفوت بالحيط وبسقط ما يكون عندنا شماته ولكن لا يستطيع الإنسان أن يخفي مشاعر البهجة بتكون جواه لما بيشوف عدوه سقط وهو صبر على الظلم هذا المصطلح الصبر على الظلم يعني أنا بعتبرها دكتورة هذه فضيلة هذه فضيلة مش لكل الناس تتمتع فيها بنحكي أن القدرة البشرية بطبيعة الإنسان يعني فيه صراع في موضوع المغفرة لأنه طبيعته الإنسانية الاجتماعية الثقافية إذا أبعد عن الروحانيات ما بقدر يسامح الصراع وخصوصا بالمواضيع الكبيرة مثلا واحد قتل أبوي كيف بدي أرجع أنا أبني معه هذا الجسور العلاقة كيف بدي أقدر أصالح وأسلم عليه أو أسامحه عن العمله يمكن يكون بالغلط قتل أبوي ويمكن يكون بالقصد مثلا أذى حدا كثير بحياتي بحبه أنا وشوه صورته سواء يعني أحيانا في قتل بالصيت مش قتل بس بالجسد يعني بالسمعة بالكلام البطال بتشويه وتزوير الحقائق هذه الأشخاص كيف أستطيع بطاقتي البشرية أنا أني أستطيع أني أممي علاقة جديدة وأمد جسور مع هذه الأشخاص صعبة بطبيعتي يعني بدها تدخل كبير من ربنا وهذا اللي راح أبونا فرح يتوسع فيه كثيرا يعني حط الإطار الحديث واليوم راح يكون على هذا الموضوع كيف يستطيع الإنسان أن يسلم هذه الطبيعة القاسية لله لكي يعمل فيها مثل الصلصال يشكل فيها المغفرة أنا شخصيا لا أستطيع وحدي بدون معونة الله يعني الأعمى ما فتح لحاله والمعجزات اللي عملها يسوع هم متقدموا أيضا من يسوع وأتوا إلى مكان عالم نشوف كيف وقف بالنص الأعمى وين يجي كل واحد صار يصيح يصيح وينادي يا يسوع يا ابن داود أنت خلصني تعال إيش بدك؟ قال له يسوع قال أن أبصر حط إيده على شفا هلا يشوف العالم بالنظرة جديدة هذا اللي إحنا نحتاجه إن النصر ليسوع والنادي كملك ابن داود يعني معناتها الملك يعني من نسل الملوك داود وسليمان فأتقدم من هذا النسل الملكي لكي أحصل على القدرة على المغفرة بدها شجاعة بدها إقدام والواحد بكل ما تقدم بالروحانية بتخف حساسيته تجاه موضوع الكرامة موضوع عزة النفس وموضوع هذا اللي خلينا نقول المكانة اللي أنا تعبت على حالي واشتغلت في سنين عملت تصور للناس بفوت الشخص كيف بيحترموه كيف بيسلمو عليه بكل سهولة بكل أذى بيجي برمي حجرة على هل على هل على هل على هل الشجرة اليانعة مشان يسقط الثمار مشان يسقط الثمار اليانعات ولكن في النهاية ربنا بعطينا إيش الحكمة بعطينا الحياة الروحية اللي نخلناها فنكون منسجمين مع ذاتنا متصالحين مع ذاتنا لكي نستطيع أن نغفر لبعضنا البعض كما طلب يسوم آه يسلمو أبونا أبونا فرح حجازين معنا هل على الهاتف للحديث عن هذا الموضوع أيضا بشكل روحاني أبونا صباحك نور صباح الأنوار الله يساعدك يا أبونا كيفك اليوم كيف الصحة السعادة إننا في كل أسبوع نلتقي معك وحاول كلمة الرب سعادتنا يا أبونا أكتر نحنا تسلم يا أبونا يسعد صباحك صباحك نور الآن في أجواء الربيع والطقس الدافئ اليوم في منطقة الرميمين يعني عزها خاصة مع الخضرة والربيع والأكيد هل الزهور الطبيعية متفتحة شرفونا بزيارتكم أكيد مرة شي مرة هيك نطلع من صباحكم نور من الطبيعة بعد ما يرفع القيود بعد ما يرفع القيود إن شاء الله آمين آمين يا أبونا أبونا اليوم موضوعنا عن الطبيعة البشرية هل هي قادرة على المغفرة فالطبيعة البشرية وموضوع المغفرة والمسامحة والمصالحة فربنا عالم بهذه الطبيعة لأنه هو اللي خلق البشر وهو جبلها من هذه الجبلة فتخبرنا أبونا أنت هيك بأسلوبك وطريقتك نحكي عن الطبيعة البشرية ومقدرتها على المغفرة وكيف نقدر نساعد الإنسان المؤمن إن شاء الله تفضل أبونا في الواقع اليوم حديثنا بنطلق من كلمة من كلمات يسوع على خشبة الصليب نعم لما صلى وقال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون نعم فحديثا سيكون في ثلاث نقاط أولا مقدمة لكلمات يسوع السبع على خشبة الصليب ثم نشرح كلمة يا أبتا اغفر لهم والنقطة الثالثة هناك حقيقة أكيدة يجب أن نتذكرها نعم أولا مقدمة عامة لكلمات يسوع السبع على خشبة الصليب لم يتكلم يسوع أثناء المحاكمات ولا أثناء التعذيب والاستهزاء إلا نادرا أما على الصليب فقد تكلم من أجلنا من أجل خلاصنا نلاحظ في كلمات السوعة للصليب عنصر العطاء إنه وهو على الصليب في مظهر الضعف والانهزام كان يعطي أعطى لصالده المغفرة أعطى لصليمين الفردوس أعطى للعضراء ابن روحية أعطى ليحنى أم مريم العضراء أعطى للآب الكفار عن خطايا العالم وأعطى العالم الفداء والخلاص الملاحظة الثانية في ترتيب كلمات يسوع على الصليب إنه فكر أولا بغيره ثم بنفسه أولا طلب المغفرة للناس فتح باب الفردوس أمام اللص قبل أن يفكر بأحبائه العضراء ويحنى وقبل أن يفكر بنفسه إلهي إلهي لماذا تركتني كل هذا يذكرنا أن يسوع كان يعمل دوما من أجل غيره كالراء الصالح الذي يبذل نفسه من أجل غنمه والملك الذي ما جاء ليخدم بل ليخدم ثانيا ما معنى كلمة يسوع يا أبا تأخذ لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون المسيح في غمرة ألامه وأحزانه يفكر في إنقاذ كارهي والصالبي لأن ابن البشر لم يأتي لكي يهلك بل ليخلص الناس وإرادة الله ليست في هلاك الخاطئ بل في توبته وخلاصه فهو يريد خلاص جميع الناس والخطأ قبل الأبرار كذلك نسمعه يقول أول كلمة على الصليب يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون كانت محبة يسوع للصالبي أكبر من عداوتهم له فهو لم يطلب لهم الغفران فقط وإنما أيضا التمس لهم عذرا لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون طلب لهم المقصرة وقدم عنهم عذرا مدافعا عنهم أماب الآب السماوي معلنا أن خطيئتهم هي مجرد خطيئة جهل أن السيد المسيح في غفرانه لصالبي قد قدم مثالا عمليا لتنفيذ تعاليمه هو الذي قال يوما أحب أعدائكم أحسن إلى مقضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم فهو ينفذ ما سبق عن أوصى به الناس أن الرب لا يعطي وصايا للآخرين دون أن ينفذها بنفسه لقد نفذ وصية محبة الأعداء عندما غفر لصالبيه وأنت أيها الأخ المسيحي المؤمن ما هو موقفك من هذه الآية يا أبتا أغفر لهم يا ليتك عندما تسمعها تقول في الصدق وأنا أيضا يا رب سأفعل مثلك كل الذين أبغضوني وأغضبوني كل الذين أتعبوني واتطهدوني كل الذين ضيقوني وأساءوا لي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يتعلون وهكذا نشترك مع المسيح في حبه ماذا تستفيد إذا كان المسيح قد غفر لأعدائه وأنت لم تغفر ماذا تستفيد إذا كان المسيح قد أحب أعدائه وأنت لا تحب أعدائك فإذا أنت لا تستحق لأن تحمل اسم المسيح ولا أن تدعى تلميذة للمسيح واعلم أن المسيح قد غفر لنا لكي نغفر نحن أيضا لغيرنا ونتمتع ببركة المغفرة كما قال السيد المسيح فإن تغفر للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي وإن لم تغفر للناس لا يغفر لكم أبوكم زلاتكم النقطة الثالثة هي حقيقة أكيدة لربما تكوني المفتاح لكي نفهم ونستطيع أن نغفر على مثال السيد المسيح لأعدائنا الحقيقة الأكيدة وهي هو الله فينا الذي يغفر للأعداء وليس نحن ليس التسامح سهلا على الإنسان فوصفة إلهية وليس إنسانية لذا فالإنسان بحاجة إلى نعمة ربانية لكي يقدر على التسامح فقط من كان الله ساكنا فيه يقدر على التسامح اطلبوا إذن نعمة التسامح عندما يغفر الله لنا ذنوبنا الكثيرة هل تتشبه الدين الكبير؟ إنما يريد من ذلك أن نتغير ونتبدل ونتبدل به فنصبح قادرين بدورنا على أن نغفر لمن أساء إلينا حتى بدوره من غفرنا له يصبح قادرا أن يغفر لمن أساء إليه وعلينا أضلا أن نتبكر أن الغفران ضرورة حياتية أسرية، جماعية، اجتماعية، دولية وكما أنه لا يمكن الحياة أن تستغني عن الخبز كذلك لا يمكن الحياة أن تستغني عن الغفران والرحمة أنهي كلمتي بالقديس بولوس القاهر أسألكم باسم يسيح أن تصالح بعضكم بعضا كما لا نكتفي بالقول كما يقول البعض أنا أغفر ولكن لا أنسى هذا وجه من وجوه الحق وعدم المغفرة أيها المسيحي إن كنت لا تغفر لأخيك فاتش لك عن إله آخر فالمصلوب لا يمكن أن يكون لك إلها آمين آمين يا أبونا يسعد كلامك يعني ويسعد صباحك وربنا يبارك الجميع فعلا اللي ما بيقدر يغفر فعلا يفتش إله عنه إلا من كان الله في داخل هو ربنا في داخلنا وما بيقدر يغفر قوية قوية جدا يا أبونا شكرا إلك يعني على هذا الكلام وعلى هذا التفسير الرائع نتمنى لك يا أبونا نهر مبارك ومنتمنى لقائك الأسبوع القادم شكرا وربنا يباركه ويباركي ثالث دون آمين يا رب آمين آمين شكرا يا أبونا شكرا يا أبونا فضيع أبونا لما قال إنه ما بتقدر تغفر إذن ربنا مش ما تقول إنه الله بداخلي ما تقول إنه أنا مع الله ولا تقول إنه أنا بصلي وبصوم وبعرف أعمل رحمة وما بغفر لأخوي هذا الله مش بقلبك هذا كل ياته كلام يعني زي ما بيحكوا الواحد بيحكي إشياء وما بيفعل اللي بيحكيه ففي بعض الأسئلة اللي وردتنا الآن من كمان من الأشخاص اللي عم بيتابعونا وأيضا من الأشخاص اللي حطوا على الانبوكس أسئلتهم الطبيعة البشرية أقوى من الأديان يعني هذا سؤال يعني بقولوا لما لا يفعلون فبقولوا يتساءل إنسان وين الخلل يعني إنه شو الخلل فيه لأنه إنه على طبيعة البشرية أقوى من الدين المعطئي اللي إني آمن فيه عشان هيك كل واحد هو بده خيارات والسؤال الثاني إنه هالإنسان لا يلاحظ أن ما يقوله يتنقض مع ما يفعله فهون يحتاج للمصال ليش الواحد برعسر الاعتراف عشان بصير معه زي هيك يا فبقولك إنه هالإنسان ما بلاحظ إنه أنت عم بتسمع شي وبتآمن بشي بلاحظ وعم بتعمل إشي تاني يعني هذا بعض السؤال حكاها دكتور إذا تسمحي لي القديس بولوس أجاب على هذا الموضوع قال يا رب لماذا صرخوا بألم ودموع القديس بولوس لماذا يا رب الخير الذي في داخلي نعم اللي بعرفه لا أعمله والشر الذي ليس في داخلي إياه وأفعل نعم طبعا الطبيعة البشرية تغلب هي على نا أكيد لا تغلب حسب يعني كل شخص هو بختار السؤال الثالث إنه هالطبيعة البشرية تغلب على الخير اللي بطلبه ربنا منا فهو اللي خالقها يعني إنه ربنا خالق هذه الطبيعة عادي بعد التساؤلات عم بيسألوا الناس على أساس إنه أظن معظمها يجاوبها أبونا فرح إحجازين وأيضا في عنا أسئلة متابعينا للأشخاص اللي عم بيتابعونا هلأ على أساس نجاوب عليهم كلها أبونا نعم يسعد صباحك أمل السلمان وفاء بيترو حددين يا رب احمل أردن بعينك التي لا تنام آمين وريد تعودة بتصبح علينا وصباحك نور ونجاة يا تومة يسعدك صباحكم أخوتنا العراقيين أهلا وسهلا فيكم أمال حبايبة صباحك نور سوزي ميداء عواد صباحك نور وجوني لويس جبرى الإنسان بطبيعته خلقه الله على صورته ومثاله نعم وبحسب طبيعته فهو قادر على المسامحة والغفران لكنه عندما يبتعد عن الله ويخالف تعليم الرب يسوع ويجعل قلبه قاس مليء بالحقد والكراهية يصبح غير قادر على المسامحة والغفران وكما ورد في رسالة بولوس الرسول العبرانيين ثمانية خمستاش إذا قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسقاط لذلك علينا دائما أن نسمع صوت الرب يسوع فهو ينادينا ويدعونا للتسامح والغفران والمحبة لأن الله محبة شكرا جوني على هذه المداخلة الرائعة شادي يا دبابني صباحك نور وفيلومن نصار بنحب نسمع كمان رأيك يا أخت فيلومن لأنك أنت أيضا مؤمنة ومطلعة وإيمان دبابني صباحك نور هلدة زيادات سميرة وهبي منار عماري حنان قمو وابراهيم حمام وسيرفك توكوك وريد ترحاني نصراوي وجيكوب مدانات ليزا أبيد جيان وريما نصراوين وسيروب سالبي بابلوجيان هدون أرمن وهودا فرانسيس عميش وهيفا بنت عيسى قمو عند أمال سويس نفع عم بيتابعونا شكرا لإلكم على المتابعات وإذا في أي أسئلة بتحبوا أنكم تسألوها لأباءنا الكهنة نجاوب عليها الآن فاكتبوا لنا إياها الآن على المباشر وأيضا للإجابة على الأسئلة اللي تم طرحها نتيجة السؤال اللي وضعنا من يومين على صفحتنا على الفيسبوك نجاوب كمان على الأسئلة اللي مطروحة الطبيعة البشرية أقوى من الأديان يقولون وما لا يفعلون المحبة والرحمة والعدل والإخاء والمساواة والأخوة ويعني الحياة السياسية وعندنا بحياتنا البشرية والحياة الاجتماعية الطبيعية هل يتساءل إنسان إنه وين الخلل بكيف أنا عم بعيش وكيف ما يقال لي بألكتب المقدسة وبالأديان فهل طبيعة البشرية هي التي تغلب على الأديان وعلى موقلاب الأديان أبونا لا بالحقيقة مثل ما حكى الأخ جني جبرى قبل قليل واستشهد بسفر التكوين بداية الخلق وخلق الله الإنسان على صورته ومثاله ويضيف الكتابة يقول شاهد الله الإنسان أنه حسنا جدا ما خلقه بالترجمة بالضبط يعني خلقه على صورة الله أو صورة الله كاملة حتى وقع بالخطيئة نعم هلا اللي اللي صار حتى وقع بالخطيئة هاي مشكلتنا من حياتنا اليومية نعم يعني حتى طبيعة بشرية إنها توقع في الخطيئة نعم بالضبط لأنه إنسان يعني خلقه لكن مش ملاكي إنسان حر يعني بتفكيره عطاء السلطة والحرية على تفكيره وعظميره فوقع في الخطيئة بالضبط إذا نتساءل الحقد والكراهية والحرب ومن وين إجاد هي من أنانية الإنسان إجاد اللي هو سمع للأغواء الشيطان في حياتنا نعم يعني أمتى أنا بصير في نزاع بيني وبيني الآخر لما يكون في تضارب المصالح لما تصير مصلحتي أنا هي أهم من مصلحة الثاني والثاني يشوف مصلحته بصير النزاعات مع بعضنا البعض لأنه لما بنحكي المغفرة يعني بدي يكون فيه عداء قبل إيش أسامحك إذا ما في بيننا وبيني إيش إذا ما مثلا الأبجر شرايح والدكتور باسم السمعان ما فيه داعي أسامحك أو أغفر لك لأنك أنت ما أخطيت بحقي فالمغفرة مربوطة إذا فيه خطيئة بالنص هذه الخطيئة من وين إجت؟ من الشيطان إجت؟ من أنانية الإنسان طيب الله خلق الإنسان كامل من وين إجت الشر للعالم؟ نقول إنه من الملاك الساقط إنه كل ما بنصغي إلو يعني الواحد بس يمشي يطلع بسيارته يمشي ترى يوصل مكان اللي بده إياه كل الأفكار بتيجيه بس قديش بتبنى من هذه الأفكار؟ في أفكار شبيرة كثير بتيجينا يعني أنت لا تستطيع أن تمنع العصافير أن تحلق فوق رأسك لكنك تستطيع أن تمنعها حتماً أن تعشش في رأسك فأنا مش خطيئة إنه الأفكار اللي أو العصافير إنها تمر عسمائك مش غلط نعم لكن الخطيئتك إذا عصافير مثل هذه عششت في دماغك طبعا إحنا نمثل العصافير معنا الطيور البريئة يا أبونا لكن نمثل العصافير كأنها يعني خطايا بتمر على الإنسان أو أفكار يعني ممكن تكون نعم في طيور مؤذية بالتالي في حياتنا دكتورة مع هذه مواجهاتنا مع بعضنا البعض أحيانا نصغي لهذا الصوت يعني أحيانا في علاقاتنا الاجتماعية بيجيني حدا بيحكي لي مثلا فلان فلاني أبونا بيحكي عليك وبعمل كذا وحكي كذا هاي كلها أفكار وإجتني دخلها براسي هل أنا بتبناها وبناء على المعلومات اللي مضلة اللي يمكن تكون اللي يمكن تكون صحيحة اللي أنا ما أتأكدت من صحتها وبتعامل مع الشخص بناء على المعلومات اللي يوصلني بصير أنا أعمل هيك وهنا بتبنيت الأفكار وأنا أبعدت مسافي عن المغفرة وبلشت أنخل أزرع إيش الحقد اللي بنمي الكراهية نعم بصير في أعداء مقابل كلمة أعداء في كلمة حرب نعم والحرب سياسية اقتصادية اجتماعية وأحيانا للأسف تكون حتى حرب عاطفية يعني لما يكونوا اثنين كثير 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 بيحبوا بعض وبصير فجأة أعداء بعض أكثر من بحجم المحبة التي كانت بصير حجم الحقد والكراهية بذات الحجم اللي كانت في المحبة نعم فيعني بده يحب الشخص الأصالة وجوهر ومعدن الآخر وإنشان يتعلم المسامحة دكتورة بده يتغاضى عن أخطاء الناس وما يفكر إنها إساءة شخصية لألو قدم هي مرض ومشكلة عند الشخص نفسه اللي بيعمل بيحكي علي ويمكن بيغار مني يمكن بيحسدني يمكن هالعداء الوهمي اللي اخترع هو تيفكر إنه أنا من مستوى أنا بصعد وبن لهذا المستوى اللي هو أصلا كثير أعلى من مستوي ولكن أنا كثير بحطه إنه هو أنا ويا أعداء أنا هو أصلا مش شايفك ولا دار عنك ولا بنام ليله الطويل وهو مش حاسب حيار أنا اللي بنمي هاي الأفكار والحقد والكراهي بيم تقتل تقتل صاحبها أكثر منها ما بتقتل الآخر لأنه هذه هي عدم المغفرة هي يقابلها مرض داخل لما أنا بفسر تصرفاتي لأخر هيك برتاح وببطل أحقد عليه ببطل أزعالي من الشخص اللي بسيئ لي بسامحه لأني بعرف إنه بصلي إنه الله يشفي من المرض نعم نعم أبونا أبونا الإنجيل جاء في آيات بتساعد الإنسان على تخطي هذا الضعف البشري يعني لما قال مثلا أحب أعداءكم باركوا لعينيكم صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم يعني ربنا عارف بضعف البشر وعارف حتى يعني أنه بخطاياهم عشان هيك إيجت الآيات في الكتاب المقدس اتشجعهم وتعطيهم الإرشاد والنصح في حال وقعوا بهذا الضعف البشري ما قدروا يغفروا ما قدروا يحسنوا ما قدروا يصلوا لأعداءهم ألهم أعطاهم هذه الحكم وهذه الوصايا فجاءت هذه الحكم وهذه الوصايا لهدول الأشخاص والبشر اللي عارف ربنا طبيعتهم إنها ضعيفة فيجدت تنصحهم وترشدهم في هذه الآيات ما يجدتش مثلا في الرسل والأنبياء اللي كانوا عايشين آنذاك وكانوا مملؤين من الروح القدس مملؤين من نعمة ربنا مملؤين من الله الله بداخلهم وكانوا عيشوا حياتهم الروحانية على الأرض فما كانوا بحاجة لهذا النصح والإرشاد أو لهذه الآيات من كان بحاجة لهذه الآيات اللي جاء فيها الكتاب المقدس نعم في الحقيقة دكتورة كانوا اليهود خاضعين الاستعمار والاستبلاد الأمبراطورية الرومانية في أيام المسيح فإيجا يسوع على المجتمع اليهودي وهم كانوا أشخاص يعني خلينا نحكي إنهم لابسين التقوى ولابسين العفة والطهارة الكتابية شكلياً ومضمون هذول رجال الدين طبقة الفرسيين وطبقة الصدقيين والكتبة نعم هذول كلياتهم كانوا يلبسوا الثوب من الخارج عشان يدقلوا عنهم يقولون ما لا يفعلون ما لا يفعلون بالضبط نعم ولكن المجتمع اليهودي بشكل عام كان خاضع الاستبداد بأخذوا منهم ضرائب عالية نشوف كيف زكة وكيف اللي كانوا يشتغلوا بجباية الضرائب فكانت تستوفي منهم من تعبهم من عرق جبينهم فكان يشعر المواطن اليهودي بالغبن وبالظلم وبالاستبداد فكان يحلم بذلك الملك الذي يحمل السيف في وجه المستعمر ويحرر الرشليم ويعيد إليها مجدها وسلطتها في المجتمع أيام ما كان الملك داود والملك سليمان وحتى لما انقسمت المملكة الشمال ومملكة الجنوب وحتى لما ضعفت الدولة ومؤسساتها إلا كان عند اليهودي ذلك الحلم بأنه يعود هذا السلطان وكتب الأنبياء وكل البشرين إذا جاز التعبير المبشرين نعم لأنه سيأتي ملك اللي رح يخلصكم فكانوا يعتقدوا إنه في ملك بدي يجي لما شافوا الملك إيش قاعد بيساوي اللي قاعد مع الفقواء اللي قاعد مع التعبانين اللي قاعد بيسامح حتى اللي بصالبية حتى ما عجبهم هذا الملك لأنه بتشوف الاستقبال بأحد الشعانين استقبلوه كملك لما شافوا تصرفاته بالمدينة بالقدس مع العالم مع الهاي أصلبه أصلبه ونفسهم اللي كانه شعن بالأعالي مبارك والآتي باسم الرب نفس الأشخاص اللي حطوا ثيابهم على الأرض مشان تتبارك ويلمسها حطوا سعف النخيل والزيتون وذلك الاستقبال الحاشد الملكي على عادة الملوك العائدين من النصر هيك كانوا يستقبلوهم كل ما ينتصر ملك في معركة ويعود فهم معتبرين أنه في معركة كبيرة لذلك كان التعاليم يسوع لهم عن المغفرة عن الصبر على الظلم عن العمق في جوهر الإنسان وليس في تصرفاته الخارجية ليس فيما نقول بل فيما نفعل ليس كل ما يدخل فم الإنسان اللي بيطلع منك أنت اللي بتحكيه هو اللي يبدينك فعلمهم كيف تكون المغفرة كيف تكون بالفعل على أرض الواقع كيف تكون تصرفاتنا مع بعضنا البعض بكل صير المحبة والعطاء والبذل إذن خلاصة الموضوع اللي يسوع أعطانا يا بالمغفرة خصوصا الكلمات التي تفوه بها يسوع المسيح على الصليب بمغفرة حتى لصالبه يعني الأعداء يعني طبق القواعد التي أتى بها سابقا وعلمها لتلاميذه طبقها على الصليب لو لم يغفق لكم يسوع على الصليب لكان كل الكلام اللي طالب فيه اغفروا حتى لأعدائكم كان مش مفهوم واضح ولكن نوضحه على خشبة الصليب مثل معك أبونا فرح قبل قليل وبدأ الحديث قبل أن يتحدث عن نفسه قبل أن يتكلم مع الله قبل أن يوصي يحنى ومريم العضراء قبل كل هذا فكر فيها الناس ووجد السبب الذي بسببه ارتكبوا هذه الخطيئة لأنهم لا يدرون إنه مين هو هذا هم وصلبوا وفكروا إنسان ما يجع على مواصفاتهم قديش بنصلب بعضنا البعض لما ما يجع على مواصفات بعض قديش لما يكون الواحد بيحلم بزوجي الصالحة الفاضلة وبيحط كل التصوراته عن هالزوجة سنتين زواج ثلاث سنين خمس سنين بعدين بيكتشف إنه مش هالي هي الزوجة اللي هو حطها الملكة عنده والعقل الصحيح لما هي تبني وتشوف وتفكر لذلك إيش مننصح دكتور دائما الأحكام المسبقة مؤجلة الأحكام المسبقة إن أجلها ما نعطي كثير تصورات إلا لما نختبر ونمشي ونطلع مدباك مدباك زي ما بيحكوا نبني علاقاتنا سواء العاطفية أو الاجتماعية أو حتى السياسية في ناس عاطفيين بيكونوا بيربطوا به شخصية واحد بس من نظرته بس من كلامه أو بيكون بيشبه حدا بيحبوه بيكون شخص هذا بيشبه والده أو بيشبه حدا بتفاعلوا الناس بتعاطفوا طب ما بيكونوا فاتوا بموضوع الفكر بموضوع القيام المتبادل والمجتمع كالحديث الحوار والأيدولوجيات اللي بيحملها هذا الشخص في حياته إحنا ناس عاطفيين بنحكم على أحكام مسبقة قبل ما نفوت في علاقة فهي يا أبونا اللي عم نقصده بالطبيعة البشرية إنها ضعيفة إنه الطبيعة البشرية متأثرة فيها الكثير من المتناقضات وفيها الكثير من المتناقضات والتوقعات ما بين الأقوال ما بين الأفعال ما بين أنا شو اللي درسته أو عرفته أو الكتاب المقدس عم بيقولي يا بكل الأديان عم نحكيش على الدين المسيحي فقط كل الأديان الأديان اللي نزلت للأديان السماوية اللي عم تحكي بالمثل والقيام والمبادئ الروحانية نعم نعتبرها مثالية اللي بتقدس الإنسان لكن طبيعة الإنسان البشرية في تناقض ما بينها ما بتسمع وما بينها ما بتفعل وهذه التناقضات أنا باعتبر هذا الاختلاف هو سر الحياة يعني هو سر جرايان الحياة في حياتنا ما بين التناقضات ما بين أفعالنا في سؤال هوني من الأخت فيلم النصار بتقول ما بين المغفرة والمسامحة وأيضاً أنا بدي أضيف يا أخت فيلم النصار احنا شاكرين على متابعتك ما بين المغفرة والمسامحة والمصالحة فيعني هي طبعاً تعبير إلها تفسير مختلف بس مختلف طبعاً نعم مختلف لأنه المغفرة مننسبها لربنا اللي بيخفر بالنهاية يعني لما انت تفضلت بالخطايا الكبيرة إنه ربنا بيخفر لأنه ما فيني أنا أخفر لأخوي الأخطايا الكبيرة اللي عم بعملها يعني الربنا اللي بيخفر لكن هناك المسامحة والمصالحة فإنت لما بتسامح وإنت لما بتصالح في فرق فأبونا تفضل هاي من الأسئلة اللي وصلتنا وأيضاً الله وحده أوكي القادر على المغفرة فمعك أبونا ومعنا كمان خمس دقايق عشان ننهي ونسلم بيروت أو أكثر شوي نعم طبعاً هلا مش شرط كل مغفرة تؤدي إلى المصالحة يعني ممكن أنا أغفر للشخص وأتوقف عند ذلك الحد ولا أعود بأي علاقات تربطني مع هذا الشخص ولكن معنى المغفرة أني أنا بداخلي سامحته أنا بداخلي لم أعود أتذكر تلك الأحداث يعني حطيت عليها إشارة X شطبتها من حياتي كل اللي عمله كلها اتجاوزته أنا تصالحت مع ذاتي وبدون أي علاقة وهنا بنشوف المثال اللي إذا أخطأ لك أخوك سبع مرات سبعين مرة وقبلها إيش تسلسل في المراحل يسوى قال له إذا اختلفت أنت وأخوك أحكي للكارين وإذا ما رد على الكاهن احكي للميوس للشعب للعيلة إذا ما حكى اعتبره إذا ثالث مرحلة ما نجحة وقال له إحسبه كواحد من وثنيين نعم خلص أنا أسائلي مرة وصامحته أسائلي مرتين وسائلي خلص أنا بسامحه وبصليله ولكن ما في مصالحة على الصعيد الواقعي على الأرض ما بدي أرجع أخذ نفس التدغ من نفس الجحر زي ما بيكو لا يلدغ المؤمن من الجحر جحني مرتين عشان هيك المسامحة يعني المسامحة الإنسان بيصفي قلبه بين هذا الشخص بينه وبين هذا الشخص إنه أنا مسامح هي مغفرة نفسها المسامحة المصالحة إنه أنا ما بدي أكون بموقف أتعرض لهذا الخطأ اللي صار بيني وبينه مرة أخرى عشان هيك بابتعد عنه بالزبط فهو إنه زي الواحد بيقولك بديش أقرب على الضو عشان ما أنحرق أو يعني بيحمي مثل بيحمي حاله بالزبط من هذا الفرصة أو هذه المخاطرة في التعرض للخطيئة مرة أخرى وهي الحكمة تقتضي ذلك يسوع قال كونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحماء يعني أعطي ملاحظتك ولكن كن حكيم شو يعني يكون حكيم يعني نمقها طلعها بأسلوب يتقبلها يعني لما يجي ابني يكذب علي أجاء أقول له أنت واحد كذاب كثير أساءت لتربية ابني بس مقابل ممكن أقول له بابا أنت ما بتحكي الصحيح نعم أفرقت الكلمة في حكمتها كونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمام ووداء الودعاء اللي هي الطريقة اللي هي الطريقة الودعاء اللي هي الإسلوب نعم هي كيف الوحيد يطلع الأشياء حتى اللي فيها فيها يعني إشي سلبي بس بطريقة إيجابية بتعطيك ارتياح للشخص بصير يسمعك يعني كذا أمنيح اللي عملك بس ولكن هذول الكلمات بندخلهم عليهم مشان أستطيع أن أعطي المعلومة الفلاسفة بالماضي حكوا الإنسان مخلوق وكائن سريع العطب نعم سريع العطب أنا دايما بس يحكوا سريع العطب ما تخيل الزجاج لوح الزجاج يعني في مرات شغلات بتنكسر ما بتتجبر يعني بيني وبين نفسي بعمل هذه المغفرة ولكن المصالحة إنها ترجع تبني على الإشي اللي انكسر يعني بيكون صعب على الإنسان إنه يتقبله إلا بقوة ربنا نعم 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 بحياته کديش كانت مريم العضرة ويوسف كديش كانوا دايما بحافظوا على هذا الطفل لم يضع كان عمره 12 سنة في الهيكل وكيف كانوا متألمين عليه فكانوا عايشين العائلة المقدسة دائماً في هذا الخوف على يسوع وكانت مريم العذرة تعرف أنه فيه رسالة إلى يسوع لكن مو وقتها هذه رسالتها لمريم العذرة والقديس يوسف أنه يحافظوا على يسوع من العوامل الخارجية من ضعف البشري الخارجي سيحفظوا يسوع لوقت أنه ينشر ويعلن رسالته طبعاً ربنا هو الرائع في النهاية لكن عم نحكي على الطبيعة البشري لأنه يسوع المسيح كان عايش بطبيعة بشرية ثلاثين سنين ما كان فيه ولا أي نشاط يعني يذكر يذكر لكن نحن الواحد يعني يفترض أنه يسوع من الكتبة كان متهض من الفريسيين من خدام الهيكل من كانوا كل كلامه ما يقبلوه وما كانوا يسمعوا له بس قاعدين بس بدهم يمسكوا له غلطة يمسكوا عليه غلطة فكان هذا الشعور بالعدم القبول والاضطهاد من هذول الأشخاص كان ألم للسيد المسيح وأيضاً ألم لما بيشوفهم عم بيخطئوا قدامه مثلاً لما جابوا له بالمرأة الزانية وطلع على شرهم أنه موسى حكى ارجموها للقتل لكن هو طلع في عيونهم وشاف ضعفهم البشري وحقد الموجود على هذه المرأة وكيف بدون نفزوا فيها حكم الإعدام وطلع هو بكل حنية لهذه المرأة وقال لهم من منكم بلا خطيئة فكان بقول لك المملوء من ربنا يعيش هذا الهدوء يعيش هذا الاتزان يعيش هذه الحتى بتصرفاته بتكون هادية صوته واطي الإنسان المملوء من عند ربنا ما بيصرخ وبعلي صوته يعني ما صرخ يسوع وعلى صوته قدام الكتب والفرسين اللي جابوها المرأة عشان يرجموها ويقتلوها قدامه ليسوع المسيح وصلى ورفع صوته عليهم وقال لهم من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر يعني ما طلع هيك صوت يعني هو قوي وقادر لكن بكل هدوء ويعني هذا المشهد مثلنا قديش الإنسان اللي فيه ربنا بيكون عايش السكينة والهدوء عشان هيك الرهبان المتنسكين تلاقيهم عايشين بالصمت عايشين بهذا الهدوء وعاي السكينة بتصرفاتهم بتحركاتهم بكلامهم لأنه الإنسان اللي فيه ربنا اللي بعيش الله فيه عن جد قادر أنه يغفر ويسامح ويتجاوز عن هذه الضعف البشري صحيح فنحن قبل ما يعني هلا ظل خمس دقايق أبونا بدنا دقيقة بدكم تصلحوا الساعة هون علشان عندي يوني أكتر من دقيقة لكن نحن بنحب أنه نحيي كمان كل أهلنا وأصدقائنا في بيروت اللي موجودين على البث المباشر أيضا بنقل هاي الحلقة لهذا النهار وبنتمنى لكم مرة تانية عيد فصح مجيد المسيح قام حقا قام وكل عام وأنتم بخير أمنياتنا من الأردن من الشعب الأردني لكل من سأل عنا واطمأن عنا منقول لكم نحن بخير والحمد لله على كل شيء خلونا بصلاتكم ونحن طبعا أنتم موجودين بصلاتنا ونحن كل الأشخاص اللي عم يطلبوا الصلاة عم نوجهها للكهنة طيب صلوا للجميع وبقوتنا ومحبتنا لبعضنا ومغفرتنا ومسامحتنا لبعضنا لبعض أكيد صوتنا رح يكون مسموع أمام ربنا العرش السماوي فمنقول للجميع أنا وأبونا جورش رايحة المسيح قام حقا قام حقا قام وإلى اللقاء عودنا إليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا هلا نورسات الأردن فإحنا أطعنا البث هلا مع التلفزيون لأنه برنامجنا ساعة معهم ولكن مكملين معاكم ساعة ونصف على صفحتنا على نورسات الحديث مطولا أيضا على موضوع المغفرة وطبيعتنا البشرية الضعيفة أحيانا منها نحكي لما الإنسان ما بيقدر أنه يغفر ما بيقدر أنه يسامح لا ما بيقدر أنه يصالح هذه من نعتبره ضعف بشري فينا وربنا يعني عارف بهذا الضعف البشري عشان هيك جاء في الآيات الكتاب المقدس ويسوع المسيح أيضا عارف بضعفنا البشري وعارف بقوتنا وأين تكمن عشان هيك أعطانا الآيات وأعطانا الحكم أعطانا الأمثال وأعطانا كمان تعزيتنا في النهاية الروح القدس حتى يقوينا فأنا لما بقول الضعف البشري أنا ما بلوم الإنسان لما بيخطئ أو لأنه هذه من طبيعة البشري بس ما يأخذها الإنسان شمعا يعلق عليها كل أخطاء يقول لما أنا ضعيف بشري لأنه مثل ما حكى أبونا فرح حجازين الإنسان اللي فيه ربنا بقلبه عايش فيه بالروحانية صعب كتير أنه يخطئ فلما بيغيب الإنسان عن الله ويبعده عن حياته فبيخطئ كتير فما الإنسان الخاطئ واللي بيكرر خطأه دايما بيلاقي حجة أنه أنا طبيعة بشرية هيك خلقني الله أنه أنا طبيعة بشرية ضعيفة فبتخطئ ويسوح حكى سبعين مرة سبع مرات وأنه هو عارف أنه أنا بخطئ فما يلاقي المبرر هذا لإله على أساس أنه ظل يخطئ أوكي ربنا أعطانا سر الاعتراف والقدرة على المغفرة وربنا بيغفر للإنسان التائب الناوي أنه ما يعيد هذا الخطأ النادم على هذا الخطأ وما يرجع للخطيئة فربنا أعطى هذا الحل اللي هو سر الاعتراف لكن برضو برجع بحكي وبكرر أنه الضعف البشري وطبيعتنا البشرية وضعفها مش شماعة وعلاءة أعلق عليها كل أخطائي وأقول أنه بسبب هذا الضعف لكن سر الحياة كامل في الاختلاف اختلاف بطريقة حكي واختلاف بطريقة أفعالي اللي أنا بعرف أنه هذه خطيئة وبرح بعملها لكن عاود برجع وبرجع لربنا لأنه إنساني مملوء من الروح القدس مملوء من ربنا برجع لكلامه وبستغفر ربنا بخطيئتي فهذا الاختلاف بقولك سر الحياة أبونا التناقضات بين يعني اختلاف بين أقوال والأفعال بحسه كمان مثل أبونا طيار الكهربائي طيار الكهربائي هو كامل في هالحياة لكن هو فرق الجهد بين القطبين هو اللي بيحركه الحياة مثل هيك باعتبر أنه حياتنا كمان إحنا الإيمانية برضو كمان مثل الطيار الكهربائي فرق الجهد بين اللي منقوله واللي منفعله على الأقطاب التنتين تا يحرك التيار الداخلي فحياتنا الإيمانية لازم تكون مثل مجاري المياه يعني إحنا ما منقول مجاري المياه في إلها ضفتين هاي الضفة شر وهذه الضفة صالحة خير يعني إحنا مش حياتنا هيك مثل نهر جاري وضفتين هذي شر وهذا خير لا هي الأوقات بيخترق الضفة الخير مع الضفة الشر وبالنهاية بترجع يعني كلها لخير ربنا مدام النبع ربنا مدام النبع هو إيماننا بالله مدام النبع هو اقتداءنا بكلام السيد المسيح أكيد في النهاية هالتيار أو هالنهر ماء رح تكون ماء صالحة وماء زلال زي ما بيحكوا فأبونا الطبيعة البشرية مظبوط ضعيفة ونحن نعترف بضعفنا هذا البشري وربنا عارف هذا ضعف البشري لكن في النهاية ربنا وعدنا بالتعذى والتقوية اللي هو زي ما قول رسل رسل كلياتهم أبونا تركوا السيد المسيح وتفرقوا مين اللي كان على الصليب خشبة الصليب ما فيش غير كان يوحن الحبيب مع أمه مريم العذرة وين الرسل بطرس لما قال له حاشا انه يصير لك هيك حاشا انه يمسكوك قال له ابعد عني يا شيطان هذي مش أفكارك هذي أفكار بشر هيد ضعف البشر انه ما يقبل يصير لمعلمه هيك لكن قال له انت الليلة رح تنكرني ثلاث مرات وفعلا أنكره يعني كان ألم بطرس لما أنكر السيد المسيح وصاحب ديك شوف صدمة بطرس بهذاك الوقت انه كيف السيد المسيح اللي أنا مشيت معه بطرس الرسول القوي اللي كان يتبع السيد المسيح ويسمع أقواله وبيعتبر حاله من خاصة السيد المسيح صحب السيف وقطع إذنه للجندي نعم لكن أبونا يعني الرسل وضعفهم وتقوه بالنهاية مع الروح القدس اللي قواهم نعم فكيف بتقدر تربط نحنا كبشر الآن ما عشنا هذه الأحداث لكن سمعنا عنها وطوبة لمن آمن ولم يرى ولم يسمع يعني أسمع احنا منسمع بالكتب المقدسة وبالإنجيل اللي موجود من كلام الله نعم فهذا الضعف البشري كيف الإنسان قادر أنه يتجاوزه يعني كمان في الحقيقة دكتور عهيكا من أنا صغير كنت أحب أرسم رسمة أحط الشيطان هي كنت تخيل إحنا أطفال صغار أنه الشيطان بعيش في الأرض تحت الأرض بعدين فيه الإنسان بعدين فيه السبل ملائكة نعم والإنسان بالنص على القان نعم إذا بتطلع فوق بيشوف ملائكة كاملين ما بغلطوا وإنصفات الملائكة أنهم تنفيذ حرفي لكلمة الله يعني قبل ما يخلص ربنا كلمته بيكون الملائكة عملها نعم يعني زي ما بيحكوا زي الولد الشطور والشيطان هو المتكبر المتمرد العائش فيه في أسفا كلما الإنسان أصغى لصوت الشيطان كلما حط نظره بالأرض وخجلة من نفسه والدايق برفع نظر للملائكة بصير يبحث عن القداسة بصير يعمل أعمال رحمة يكفر عن أخطاؤه في النهاية اللي بدي أحكيه دكتور أنه الإنسان ليس ملاك وليس شيطان الله حط فيها الطبيعة طبيعة البشرية اللي حتى ما قدر يعيش بالجنة يعني ربنا أعطاه أعطاه كل شيء قال له شيطان مزبوط أنه ما حكى لكم ما تأكلوا من الشجر هذا الثمر قال لا بالعكس حكى لنا أكل كل شيء بس في شجرة واحدة قال عارفين لشاين ما منعكم عشان متى ما أنتوا أكلتوا منها بصيروا تعرفوا الخير والشر بصيروا يا إله إله زرع فيهم حوى أخذتها سمعتها لآدم مرات إحنا بنعمل زي حوى كمان بننقل للحكي الشيطان لما زي ما حكينا قبل شوي لما يجي واحد يحكي عن شخصتان ننقل حكي ونوصل ونجيب منهم نميمة نميمة بالزبط هي بتخلق هاي الأجواء التلاميذ نهزل الفكرة تاعتهم كانوا باعتقدوا في أشياء مع أن يسوع صراحة وليس تلميح كان بالأمثال يخاطب الناق ولكن كان يفسر لهم كل مثل التلاميذ يعني التلاميذ كان قائلهم يسوع عن سلسة الآلام والمجد بالقيامة كان حاكي لهم ومع ذلك في اللحظة الأخيرة تفرقوا وانكسرت الصورة اللي هم مرسمينها مش الصورة اللي يسوع أراد كل هالثلث سنوات وهو معاهم يشكلها بلحظة ما في حياتنا مرات كثير ننسى الصورة اللي ربنا برسمه لنا إياها بحياتنا نتمرد ننسيه بنحكي نحن أذكياء نحن قادرين على التخطيط بديش مخطط ربنا قال هاي الشغلة مش لمصلحتك صارت عشان ربنا بكرة بتكتشف قديش لا أنا بدي أكتشف أنا بدي هلا هلا وكأننا نفرض على الله مخططنا البشري أراد التلاميذ مخططهم هم ولكن يسوع قالهم في مخطط أعظم من مخططكم مخطط الآب السماوي لخلاص البشري اللي بعدين انتوا رح تصيروا تلاميذ مبشري اذهبوا وتلمذوا كل الأمم عمدوهم باسم الآب والإبن من روح القدس نفخت العنصرة اللي اعطتهم هاي العزالة تفضلتي في حضرتك اعطتهم هالباور اللي طاقة العظمة القصوى اللي خلت بطرس يعمل زي يسوع معجزات بطرس زي يسوع يعني في معجزات بسفر أعمال الرسول اللي عملوها التلاميذ نقول طب هذا الضعف البشري وين تاعب بطرس تاعب بولوس اللي كان كان إنسان مادة وإنسان متمسك بالحرف على عكس الروح كيف تحول هذا الشخص إلى هذا المبشر العظيم اللي المسيحية مدانة له في هذا الإرث الكبير من الرسائل ومن التوصيات ومن التعزيات ومن شرح الكتاب المقدس بعهديه القديم الجديد بولوس أغنى المسيحية بهذا الإرث الحضاري التاريخي الروحاني اللاهوتي يعني بولوس أبدع في تاريخ الكنيسة ولاحظت كل واحد من التلاميذات كل واحد بلا استثناء حتى شهادة استفانوس كانت على مثال كلام يسوع كمان استفانوس قال اغفر لهم لأنهم لا يفعلون لا يعرفون ما يفعلون وفي ذلك سلسلة من الأسماء اللي احنا ما عام بذكرها التاريخ في أسماء كثيرة في رسائل كثيرة لكل مدن من هالمدن خصوصا بالأردن عندنا مدينة فيلدلفيا ومدينة بيترا كان من أهم المدن المسيحية اللي قدموا الشهداء الدم وأرض نهاي هذه العطشة كانت لرؤوها بدماءهم القديس جوبرجوس والقديس إليان العماني من عمان فتاويخ بلدنا لما بنحكي الأراضي المقدسة في ناس بفكر بس فلسطين هنقولهم لا يا عم احنا لما بنحكي الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين لأن هاي البلاد بالنسبة إنا احنا المسيحية اللي عاشوا فيها حتى الأنبياء العظام يعني شوف بديش ربنا خص منطقتنا بهذا الأرث الكبير اليوم أكبر دياني بالعالم الدياني المسيحية بهذا الأرث اللي كله من بلدنا طلع من أراضي المقدسة وبنتك تحكينا عن الهديل الحلوة من أراضي المقدسة نعم فعشان هيك أنا جينا على الأراضي المقدسة إجتنا من دوبتنا من الأراضي المقدسة مرلين الحدوى اللي احتفله طبعا بعيد الفصح وجابتنا إكليل الشوك من الأراضي المقدسة مشكورة ومشكورة لجهودها والتقارير الحلوة اللي بتعطينا إياها دايما تبعثها كل أسبوع رائع شوفها شوفها مؤلم يعني شوف هالشوك هذا اللي كان يغرص في رأس سيد المسيح يعني بعلامة إنه إحنا عادة أبونا أنا دايما بمثل الشوك هذا هاي خطيانة لما نحن نعملها آه لما بنعمل خطيئة نحن نعترف فيه وأخطاءنا نعترف فيها لكن بالنهاية ما يعزينا وما ي ربنا قال إنه ثقوا آه فيه وتعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون فأغفروا لأعدائكم باركوا لعينيكم كل الأيات اللي بتتحدث عن المغفرة عن المسامحة عن الرحمة عمال الرحمة أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا يعني لما منحب متل ما يسوع أحبنا طبعا إحنا ما بنقدرش نحب متل ما يسوع يحب حبنا إلا إذا كنا كاملين مقدسين مقدسين يعني ممتلئين من الروح القدس ممتلئين من يسوع ومحبة يسوع يعني لإلنا إنه أعطانا كمان هذا العزاء وهذه القوة بالروح القدس اللي دايما بتقوينا كلامه موجود في الكتاب المقدس لا أي عمل خاطئ عم نعمله موجود نصائح موجودة لا إجل الكتاب المقدس وهذه النصائح للنفس البشرية للبشر المخاطئين طبعا يجاهوا للخاطئين للمريضين للمتعبين للمتألمين للمذقلين وأعطاهم هذا النصح وهذا الإرشاد وأيضا يعني لما الإنسان يقع في الخطيئة ما بيعتبر أنه انتهت حياته لأنه في ناس كتير تستمر في عمل الخطيئة لأنه بقول لك أنا خاطئ وأستحق نار جهنم خرباني خرباني فما هي الغاية أني أنا أرجع لربنا وأتوب ما رح يخفر لي لا يا رح يخفر لك ما دمتك ما دمت أنت ترجع إلى ربنا وبترجع إلى بقلب نادم بقلب عبيض طبعا نحن ما منلغي هون دور الكنيسة ودور الكهنة أنه يساعدوا في الإرشاد وعطاء الحلة في المغفر لأنه ربنا أعطاهم للكهنة الحلة في المغفر لأنه هو بالنهاية ربنا اللي بيخفر لكن نحن منقدر نعيش مسامحة بعضنا البعض نعيش في محبة مع بعضنا البعض في أعمال الرحمة مع بعضنا البعض فهذه هي وصيتنا وهذه هي رسالتنا لهذا النهار ونتمنى يا رب أنه نكون قدرنا نوصل رسالتنا في موضوع الطبيعة البشرية ومقدرتها على المغفرة والمسامحة فنختم حلقتنا لهذا النهار من حي نمر لأن الحدوى على هذه الهدية اللي جابتها لنا هذا اليوم ومن حي كل الأشخاص والمؤمنين اللي عم بيحتفلوا بعيد الفصح حسب التقص الغربي ومنتمنى لكم عياد فصحية مجيدة ونحن راح نكون متابعين معكم أيضا في برامجنا على صفحتنا على النورسات وبرامجنا على التلفزيون طبعا في الأسبوع نحن للرابع الثالث سوري الثالث من الصوم الأربعيني فرح تشوفوا في ناس عم بتعيد القيامة وناس لساتا بالصوم الأربعيني يعني في هذا الفرق بين التقصين فصباحكم نور عزائنا ومتابعينا على صفحتنا وعاد تلفزيون نورسات من حيكم ومن حي كل الأشخاص اللي على البث المباشر كل الأشخاص اللي كانوا متابعينا أيضا من الأصدقاء على صفحتنا نشكر لكم متابعتكم وبالنهاية ننطلق مع البركة يا أبونا نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشاوكة الروح القدس مع جميعكم اذهبوا بسلام المسيح شكروا لله إلى اللقاء ترجع الدنيا بتضحك لك نور ساتي ليل وميل ترجمة نانسي قنقر